أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم ما شاء الله على هذه التلاوة يا هيثم أحسنت كم عمرك هيثم تسع سنوات تسع سنوات تسع سنوات ويحفظ تسع أحزاب بعدد السنوات عدد الأحزاب ما شاء الله على هذه التلاوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يجعلك ذخرا لوالديك يعني أنصحك وأنت في مزلت صغيرا أنصحك بمتابعة الحفظ كثير من الطلبة لما يصلون إلى المتوسط أو إلى الثانوي ينعزلون وينقطعون عن حفظ القرآن الكريم وعن المدارس القرآنية وعن حلقات الحفظ ويعتبرون أنفسهم أنهم قد كبروا وبالتالي القرآن مربوط بالصغر فقط فأنا أنصحك بمواصلة الحفظ الختم الأولى ثم الختم الثانية وأنت يعني ما زلت صغيرا حتى تتمكن من ضبط القرآن ومن حفظه وحتى تتمكن في السنوات القادمة بإذن الله بإمامة الناس في صلاة التراويح ولملاء ونحن الآن يعني نرى كثير من المساجد يعني أمها أطفال صغار يعني كيف الله سبحانه وتعالى رفعهم بهذا القرآن إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين نسأل الله أن نكون منهم جميعاً وبالتالي أنصحك بالمداومة على حلقة القرآن الكريم وعلى الحفظ وأن تلزم شيخك ولا تنقطع عن الدراسة والحفظ أبداً فأنت مؤهل لأن تكون حافظاً مدقناً للقرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه